ومع تواصل غرس البطاطا يتوقع الفلاحون انتاجا وافرا ونوعيا هذا الموسم حمزة منوح تتواصل بولاية الوادي عملية غرس البطاطا الموسمية التي ستستمر إلى غاية نهاية شهر أكتوبر الفلاحون يراهنون على رفع الانتاج هذه المادة التي يكثر عليها الطلب رانا زرعين سبونتا نوعيا تاحا بيضا ورانا نجاهد في الارض ورانا نجاهد وعن حسب الجو انتاحا ورانا نعمله وربي ان شاء الله يرزع زرعنا فيها طروة موديل ثلاثة نوع كينس بونتا وبارتينا والكوندور وان شاء الله عايكو الحال ان شاء الله يا ربي ان شاء الله نتمنى يكون موسم خير ان شاء الله يا ربي والتوقعات ان شاء الله ان البطاطا بحول الله السنة يعني نعرف اكتفاء ذاتي كبير يسر ونتطلع ان شاء الله إلى التصدير تصدير لان حقيقة المساحات زادت والمردودية ان شاء الله تكون كثيرة مساحات وامكانية معتبرة سخرة لانجاح هذا الموسم الفلاحي اذ يطمح القائمون على شعبة البطاطا إلى بلوغ سبعة وعشرين الف هكتار مغروسة بنوعية وجودة عالية كما يطمح الفلاحون إلى تصدير منتوجهم من البطاطا إلى وجهات دولية مختلفة لكي نغطي اكبر قدر ممكن من حاجيات المواطن الجزائري من هذه المادة كما يطمح الفلاحون إلى تصدير منتوجهم من البطاطا إلى وجهات دولية مختلفة لاكتساح الأسواق العالمية